اشتركوا في القناة ألعب 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 لا أتعب أصفوري يطير ولا يرحل ألعب ألعب وألعب انظر أين تقفين فقد تجاوزت خط الحدود أعد الكرة إلي لا يمكن أن أعيدها بهذه السهولة لقد دخلت أرضي وهذا يعني أنها أصبعت ملكي ولكنها كرتي وليس من حقك أن تأخذها مني حسنا سأعيدها إليك إذا اعتذرت عن دخولك منطقتنا أنت تبالغ لن أعتذر لن لن أنت وضعت الخطة وطلبت احترامة فاعتذر الآن حسنا أعتذر إليك تاسكي ماذا تنتظر لما لا تعيدها إليها شكرا هيا الحق بيا تاسكي أكرهك أيها الولد المتعشرف أكرهك أصمتي قلت لك ألحق بي لان لان هل تساعدينني على نشر البلابس لتجف حاضر جيمبي ما هذه زيارة المفاجئة يا أخي كاجان جئت ليخبرك بالتطورات وبخطط الجديدة وأطلب إليك المساعدة أختك كاجان في خدمتك وخدمة أخيك التوأم سيمبي اطمئن حسنا أريدك أن تبقي بعيدة عن الأنظار الآن وتجمع المعلومات المفيدة لنا من الكواكب الأخرى سيمبي يقوم بهذه المهمة والآن قل لي هل ستشنون حربا على النبلاء الذين يخططون لقتل دانجو إذا تخلصت الآن من النبلاء والخوانة فلن يبقى أمامي إلا دانجو ومسامي وبعد ذلك تصبح حاكم المجرة ونعيد المجد إلى كوكبنا الذي دمره جيش اتحاد الكواكب سيأتي ذلك اليوم يا أختي أما الآن فعلي أن أستمر في كسب ثقة دانجو وأن أضعف مجلس الأربعة الأقوية كن حذرا فأنت أحد الأربعة كنا صغارا عندما دمر اتحاد كواكب المجرة كوكبنا ومنذ ذلك اليوم أقسمنا على الانتقام وها قد اقترب الموعد ألم تقرر شيئا بشأن مستقبل سيموني حتى الآن يا هزين لتقرر نصيرها بنفسها صحيح أنها أسيرتي لكنني لن أعاملها كذلك وسأكتفي بتوفير الحماية لها الانسة سيموني طيبة القلب ولكن مرافقتها مغرورة جدا لا يا تاسكي لان لان طيبة أيضا لكنها صغيرة وسريعة الغضب عليك أن تتحملها قليلا الانسة سيموني كريمة الأصل والدها الإمبراطور شوزين وأمها ابنة آخر أباطرة المجرة وهي ذكية جدا صحيح ولكنها الآن أسيرة وضعها محزن ترى ما الذي تفكر فيه أحمق إنها تفكر في الانتقام منك آه هذا صحيح إذا كان الأمر هكذا فعليك أن تبعدها عنك فقد تستغل فرصة نومك وتقتلك لا تكون سخيفا فهذا الأمر لن يحدث هناك أمر أكثر خطورة من هذا الانسة سيموني تستحق حكم اتحاد كواكب المجرة وربما يستغل أحد الأعداء هذا الأمر لصالحه ما الذي تعنيه؟ إنها معركة كل قائد يحلم بحكم المجرة لذلك قد يستخدمها أحدهم لإكساب استلائه على حكم المجرة الشرعية القانونية من فعل هذا؟ ريلا ما هذا؟ كيف تنتقل إلى هذا المنزل الجديد بدون أن تقمي عنك؟ هل لسيت أنني المسؤولة عنك؟ لا لم أنسى لكنه كان خطأا بسيطا إنني مسؤولة عن كل أمورك مثل أمك هل اتفقنا على هذا؟ لا لسي مثل أمي فأنت ملهاء ماذا؟ يا إلهي سيد القائد هزيم هذه أول مرة فرك تبكي وتصف هل عدوك مخيف إلى هذه الدرجة؟ أصمت يا رماح ما الذي أتى بك؟ اسمعوني جيدا سوف يتحرك فيلقنا إلى مدينة بوت عاصمة إمبراطوريتنا ثم يعلن استلاءه علينا أيها القائد هذه المعركة ليست ضد موسامي من هو الخصم إذن؟ سوف نشكل فرقا متمردة فرقا متمردة؟ أصمت دعوني أوضح لكم الأمر هذا لا يعني أننا سنكون إلى جانب أعدائنا ضد كوكبنا لكننا سنشكل فرقا متمردة مزيفة لنكشف الخوانة الخوانة؟ يحاول الأعداء تحرض بعض الناس على الإمبراطور دانجو باختلاق وصية مزيفة تأمر بقتله هدف عمليتنا إيجاد أولئك الأشخاص الخوانة الموالين للأعداء إذن تمردنا سيكون فخا للإقاع بهم فكرة ذكية عليكم المحافظة على سرية الخطة استعدوا للانطلاق وهكذا تحرك الفيلق الأول بقيادة القائد جيمبي نحو مدينة بوت لتبدأ عملية صيد العقارب كما اتفق على تسميتها أما هسيم الرعد فكان قلقا ولم يخبر أحدا بما يخشاه ماذا تقول؟ الفيلق الأول يتمرد علي؟ روجين وجيمبي يفعلان هذا بي لا لن أسامحهما أبدا اجمع بقية الجيش بأخصى سرعة شكلوا سورا دفاعيا حول القصر ولا تسمحوا لأحد بالدخول إليه هيا نفذوه حاضر سيدي الإمبراطور تستحق جائزة الخطة تسير على ما يرام نعم يا سيدي وليس علينا إلا الانتظار قليلا حتى يكشف الخوالة أنفسهم نعم عندما يقعون في المسيد أهلا أشفق على أي واحد منهم سأعاقبهم جميعا امبراطورية كوجو كلها أصبحت تعلم بأمر تمردنا ليس علينا إذن إلا المراقبة والانتفار سيدتي أنا هزيم الرعد هزيم أريد أن أتحدث إليك أيها الأحمق كيف تركت سفينتك في هذه اللحظات الحرجة أسف جدا سأعود حالما أسمع إجابتك فلدي سؤال سؤال يتعلق بالخوانة حسنا سيدتي أخبريني هل الآنسة سيموني من الخوانة لا أدري ليس لدينا معلومات مؤكدة حتى الآن ولكن الآنسة سيموني حفيدة آخر أباطرة المجرة لذا لا يمكن إبعادها من دائرة شبهات لكن أيها القائد رسالة من مدينة تيبوت رائع أظهرها مرحبا جيم بي أنا مشتاق إليك آه مرحبا هوكين شجعني تمردك أنت والقائد روجين على إعلان تمردي أيضا لقد تحملت الكثير من ظلم دانجو فمع كل بطولاتي في حروب المنطقة الغربية كان يعاملني بازدراء وهذا ما أشعل الحقد في صدري وجعلني أحالف الزعيم نريد أن نقضي أغلى دانجو انتظرنا نحن قادمون إلى مدينة بوت اسمع يا هوكين نريد أن نسدد إلى دانجو ضربة قضية لذا نحتاج إلى قوة كبيرة اجمع جنودك وانتظر وصولنا حتى نرسم الخطة حسنا أنا في انتظاركم إلى اللقاء لم أتوقع أن يكون هوكين عدونا ليس وحيدا إنما خلفه زعيم يحركه هوكين رجل شجاع وقد كان أحد المرشحين للانضمام إلى مجلس الأقوياء لن يكون النصر عليه سهلا يا روجينا عفوا إذا سمحتم أريد أن أشن هجوما مفاجئا عليه تمرد روجينا وجيمبي جاء في الوقت المناسب إنهما قويان وانضمامهما مع فيلقهما إلينا سيضمن لنا النصر على دانجو ولكن علينا أن لا نرتكب أي خطأ على الإطلاق سيد سانجو هل أنت واثق بأن موسامي سترسل أسطولها في الوقت المحدد؟ لا تقلق يا هوكين وعدتنا هيرو مرافقة موسامي بإرسال الأسطول عندما أصبح إمبراطورا على المجرة سأعينك حاكما على كوكب جوجو شكرا لك يا سيدي أنا متحمس للبدء بالقتال والقضايا على دانجو رائع وأنا في انتظار سماع أخبار نصرك عليهم لا تفرح أيها العجوز الماكر فأحلامك الجميلة لن تتحقق أبدا أيها الجنود بعد القضايا على دانجو اقتل جينبي وروجينة وسانجو أنا سأصبح إمبراطورا المجرة انتقل خبر تمرد الفيلق الأول بزعامة روجينة وجينبي بسرعة كبيرة ووصل إلى موسامي في كوكب تاي سيدتي بعد تمرد جينبي وروجينة على دانجو لابد أنه الآن في أضعف أوقاته إنها فرصة مواتية للقضاء عليه أنا وأنت نعلم أن دانجو سيكتشف أن الوصية التي تأمر بقتله مزيفة أليس كذلك؟ بلى إذن سيعلم أن هناك من يحرك المؤامرات ضده ويجمع المؤيدين ويحردهم على قتله هيرو نعم عندما زرت جوجو كيف رأيت علاقة جينبي ودانجو ممتازة إنه قريب منه ولا يفارقه أبدا جينبي قريب من دانجو ويستطيع أن يقتله بسهولة لما لم يفعل هذا إن كان يريد التمرد؟ لا أدري يا سيدتي إذن فكر في هذا السؤال فهو اختبار لذكائك أمرك ولكن أسرعي فالأمور ستنكشف بسرعة تلك هي سفن هوكين سيدي إذا قتلنا هوكين ستنتهي المعركة بجولة واحدة أعرف ذلك أجري اتصالا بهوكين حضر هذه مرات لا تنسى أن تستمر في خداعه اطمئن فأنا ماهر جدا في التمثيل هنا هوكين قائد قاعدة سايو من يطبني؟ أهلا بك أنا قائد الأسطول أربعة آلاف وسبعة وسبعين التابع للفيلق الأول الذي يقوده القائد جيم بي وأدعى هزيم الرعد إذن أنت هزيم الرعد الذي رقي من جنديا عادي إلى قائد أسطول بالنظر إلى شجاعته لقد سمعت الكثير عنك لهذه الدرجة؟ بقي أن أستلم الأوسكار ولكن أيها القائد أعرف ما أفعله أتيت مبعوثا مكلفا من القائد جيم بي لترتيب تفاصيل العملية معك أيها القائد إننا في انتظارك أرجو أن تأتي إلينا بسرعة أشعر أن نجاح تمردنا أصبح مؤكدا حسنا يا هوكين سآتي حاملا سيفي رائع يجبني اندفاعك للقتال سنقضي معا على دانجو نحن في انتظارك إلى اللقاء لقد اختبرت ليس ذكيا قطعت قلبي لم يكن الوقت مناسبا لاختبار ذكائه ثرقة السيوف استعداد أنا هزيم الرعد قائد الأسطول أربعة آلاف وسبعة وسبعين قدمت إليكم بأمر القائد جيم بي أهلا وسهلا بك أنا سعيد جدا برؤيتك حدثني عن تصور جيم بي للعملية يريد أن نخوض معركة مشتركة ضد دانجو لكن يريد أن يرى قوتكم الحربية أولا تصرفا ذكيا جدا يا هزيم أعجبتني أسطول أسطولي كبير وفيه الكثير من السفن عدد الجنود والضباط يتجاوز 150 ألفا هناك الكثير من الخوانة إذن ولكن من الذي يحركهم؟ نحن على أهبة الاستعداد لخوض الحرب ضد دانجو والقضاء عليه لنرفع أسلحتنا ستبشرا بالنص ارمي سلاحك أيها الخائن إذا استسلمت فسأحافظ على حياتك لقد خدعتني هل يعلم جيم بي بهذا؟ التمرد خدعة لاكتشافكم خدعة؟ التمرد خدعة لاكتشافكم وانتهى أمركم استسلموا اقتلوا هوك هنا تسكي من أسطلق قائد هزين نحن على سفينة هوكين وقد بدأت المعركة هيا تقدموا بأقصى سرعة هوكين قاتلني ساقني عليك ساعد والآن هيا أخبرني من هو الزعيم الذي يحرقكم يا هوكين ما تظن أن شاب ضعيفا مثلك سيرغمني على الاتراف؟ لا لا تسجدوا على سفينة القيادة دمروا سفن الحراسة هزيم الرعاة قبل أن أقتلك سأرضي فضولك زعيمنا هو النبي سانجو الذي سيصبح امبراطورا سيضع سيموني في الواجهة ويحكم من خلفها جيد سيموني ليس لها علاقة بالخوانة الآن سأريك قوتي أيها الخائن استعد لقد استولينا على السفينة أصلنا على الخوانة ها؟ هزيم لن تفلد من قبضة زعيمنا يا هزيم هل أنت بخير؟ لقد ذهلت عندما رأيتك تسقط أرضا تاسكي نعم أخبر القائد روجينا حالا أن النبيل سانجو هو زعيم المتمردين الخوانة ولا علاقة للأنسة سيموني بهم حاضر اي لقد تمكن هزيم الرعد من القضاء على هوكين الخائن وما إن عرف أن النبيل سانجو هو زعيم الخوانة حتى سار إليه جادر على رأس الفيلق الثاني وتمكن من القضاء عليه انظري ظهرت نجمة المساء ما أجملها إنها تلمع بقوة اليوم استمتعت بالراحة والهدوء فتاسكي ليس هنا عزيزتي عندما طلب إلي الإمبراطور أن أنتقل إلى هذا المنزل كنت قلقة جدا ولكنني الآن أشعر بالأمان والراحة لقد انتهى أمر سانجو وأتباعه الخوانة ولكن لن تكون تلك آخر حوادث العسيان فالنار ستشتعل من جديد